المزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا مباشرة على الهواء من مقر المؤتمر زميل عوض الغنام لمزيد من التفاصيل من هناك عوض في البداية برحب بك والكلمة لديك تفضل نعم ندى عند ساعة الربيعة عصرا بدأ المؤتمر الصحفي هنا للهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وطبعا إحكاما للدستور والقانون الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها إعلان الانتخابات هي الهيئة الوطنية للانتخابات ومن هذا المنطلق جاء إعلان اليوم الانتخابات هنا في هذا المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ دقائق على هذه المنصة التي هي خلف ربما أهم الملاحظات الهمة في هذا المؤتمر الصحفي معلومات جاءت على رئيس الهيئة العامة للانتخابات هو نسبة الحضور كان نحو 29% من إجمال عدد ما لهم حق التصويت في مصر نحو 30 مليون شارك نحو 9 ملايين ويزيد قليلا من المصريين الذين لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التشريعية وأكد رئيس الهيئة في هذا المؤتمر الصحفي على تحية كل الجهات التنفيذية التي شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الاستحقاق الانتخابي ووصلت به إلى مرفع النجاح وجهات الشرطة وجهات التنفيذية متعددة كان لها دور في هذا العمر جهات مهمة شاركت في هذه الانتخابات عن بعد من خلال الرقابة والمتابعة نحو 56 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني شاركت في تلك المتابعة لهذا الاستحقاق بالإضافة إلى 14 منظمة عالمية ودولية وإقلامية شاركت نحو مؤسسة أخرى كان لها دور في هذا الانتخاب من خلال المتابعة عن بعد أيضا أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الأمر تم بشفافية كبيرة لم يلاحظ ما ينغس العملية الانتخابية التي جرت في الجولة الثانية وأن العملية تمت بشكل كبير من الحيادية وأن الهيئة الوطنية كدورها الوطنية كانت على مسافة واحدة من كل الذين تم ترشيحهم وأكد في ختامه لهذا المؤتمر الصحفي أن العالم سيتوقف كثيرا أمام موقف المصريين الذين نزلوا بالملايين وذلك حتى يتم الانتهاء من كل المؤسسات الدولة المصرية حسب وصفه مؤكدا أيضا بأن تلك الانتخابات التي تمت تحت ظروف خاصة بجائحة كورونا والتزام المصريون الناخبون في هذه الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية سيتوقف العالم كثيرا أمام كل هذه الأمور هذا هو الملخص المؤتمر الصحفي بدأ من يوم 17 من هذا الشهر سيكون متاحا لمدة عشرة أيام التعني بالنسبة للانتخابات للجولة الثانية هذا هو المشهد برمتي أو مضمون أهم ما تم في هذا المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد كبير من القضاء وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات عودة لكنا نعم زميل عودة الغنامة أنا بشكرك جزيل شكرا كنت معنا من المقر المؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات